هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أربع دور والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومات وبيها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي من جيت؟ مع لكم إلا تسجلوا عبر موقعنا الانترنت عمويازيد بون كوم بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل مع لك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد بون كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك يا أطفال شكولي يقدر يقولي حنا على أبواب مناسبة مهمة جدا خلعتوني عرفت المناسبة بلما هذا وش هي المناسبة هذي قولي يوجد اليوم المناسبة هي عيد الناصر عيد الناصر فتناه عيد الناصر كين مناسبة بعد أيام قلائل تصادف يوم 16 عفريل شكولي عرفها قولنا هو اسمك عرف لها باسمك رأوف مين جيت عبد الرأوف العاصمة مالعاصمة وش هي المناسبة عيد يوم العلم يوم العلم أسنا قعد في بلاستيك نجيل عندك تتعارفي ما على بالكش شكولي على بالك أنت يا نعم واسمك نار مين جيت النور من العاصمة مالعاصمة احما pastor ما على العاصمة من بيب الجوء ايقا لك ولو يقت كدرنا من باب زوار بب زوار بتاني عاصمة لا ما عليش ما هي المناسبة كون هيا يوم العيد رأوف يوم العيد fruit العيد للا العيد مازال شوية ده اابوز لااات ركنك تطلو المسمك مروى مروى ماذا هي المناسبة؟ 16 أفريل أبو يدي أبو يدي ماذا هي المناسبة؟ يوم العالم مسمك أنت؟ سيمة من العاصمة ومسمك أنت؟ أحلام من العاصمة من العاصمة ماذا هي المناسبة؟ يوم العلم يوم العلم وش هي المناسبة؟ يوم العلم شكري يقدر يقول يدركان نسبة إلى ماذا؟ علش يوم العلم؟ لماذا نحتفل بهذا اليوم؟ بمناسبة موت وفاة وفاة عمو عمو الشيخ؟ الشيخ ابن باديس ابن باديس رب يرحمه واسمه؟ وش هو الاسم؟ ابن باديس كيفاش؟ عمو عمو لا تخف لا تخف أمو ياسيد أمو ياسيد عبد الحميد بن باديس عبد الحميد بن باديس العلمة عبد الحميد بن باديس إذن نحتفله بيوم العلم 16 أفريل ذكرى وفاة العلمة عبد الحميد بن باديس عبد الحميد بن باديس كان رئيس ماذا؟ رئيس جمعية رئيس جمعية العلماء المسلمين باداب كان رئيس جمعية العلماء المسلمين بهذه المناسبة كلفنا كلفنا باحثة راح أدلنا بحث ولكن قبل هذا الشي راح نترحى لكم في أول الحصة لغز كالمعتاد لغز تفكروا معنا أنتم وعزانا المشاهدين لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي تزيد قيمته إذا وضعناه يميناً وتقل إذا وضعناه يساراً؟ نعود للغز ما هو الشيء الذي تزيد قيمته إذا وضعناه يميناً وتقل إذا وضعناه يساراً؟ أنتم تاني أعزائي المشاهدين اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا الجواب على اللغز عبر الانترنت عبر موقعنا الانترنت عمويازيد.com بهذا الشكل إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إذا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد موسيقى إذا يا أطفال أنا شوفيكم سكتوا كامل جاكم اللغز صعيب صح ما عليك لازم تفكروا بديتوا تعرفوا خلاص ما عليك ما تقولوا ليش دركاء لأنه أعزائنا المشاهدين راح يفكروا معانا تاني في آخر الحصة في نهاية الحصة راح نطلب منكم الجواب إذا فكروا صبتيه إذا فكروا حتى نهاية الجواب فكروا إلى غاية نهاية الحصة إذا كلفنا الباحثة باش تدلنا بحث عن شخصية العلامة الشيخ عبد الحميد ابن بديس إذا تصفيقها ولد الإمام عبد الحميد بن بديس سنة 1889 بقصنطينا بالجزائر من أسعة معروفة بالعلم والجاه تعلم القرآن وحفظه في سنة 13 سنة من عمره على يد الشيخ حمدان والنيسي سفر إلى تونس سنة 1908 حيث وصل تعليمه العالي في جامعة الزيتونة وفي سنة 1913 عاد إلى الجزائر أين بدأ نشاطه كمدرس في جامعة الأخضر واهتم بنشر العلم والدين سفر إلى البقاء المقدسة ليؤدي فريدة الحج وهناك تعارفة على الشيخ الإبراهيمي بشر عمله نشاطه الإصلاحي جاعلا من مسجده منطلقا فاهتم بتعليم الصغار وتوعية الكبار وإتخذ من صحافة وسيلة أخرى لنشر الوعي الديني والسياسي حرب الخرافات والبدأ ورفض فكرة الإدماج أي إدماج الجزائر بفرنسا في وقت الاحتلال الفرنسي وأعتبر كل من تجنس بالجنسية الفرنسية مرتدا أشرف على عدة مجلات منها المنفذ 1915 والشهاب والبصائر وعمل على تفصيل القرآن الكريم وفي سنة 1931 كان من البارزين على تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان عبد الحميد بن مباديس مفكرا ومرشدا ومربيا سخر كل طاقته المجزية والبشرية لإصلاح الأحوال المجتمع الجزائري وللحفاظ على الهوية الجزائرية الإسلام وديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا تصدى لفكرة الإدماج عن طريق إصدار الفتاوى ونجحها في بناء جيل سهامة بقوة في ثورة نوفمبر 1915 توفي الإيمان في 16 أفريل 1840 وأعتبر هذا اليوم 16 أفريل يوم العلم شكرا 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 يا أطفال على بلكم عمو يزيد بهذه المناسبة ما نقدرش نفوتوا هذه المناسبة بدون ما نكتبوا أغنية خاصة بيوم العلم تغنوا كامل معي 16 أفريل يا فخري بذكرا ستاش أفريل جاه فخري بذكراك جاه فخري بذكراك جاه فرشي بلوكاك ستاش أفريل جاه فخري بذكراك تاريخ شهادة وذكر اليوم العلم حقوها شهادة سلاحهم قلم رجال السيادة عليهم يشهد العالم تاريخ شهادة وذكر اليوم العلم حقوها شهادة سلاحهم قلم رجال السيادة عليهم يشهد العالم 16 أفريل يا فرحي بلقياك 16 أفريل يا فخري بذكران من بادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة تحرقية دين الظلمة وتنور في الظلم وعيد شعب الأمة ودعيت للسلام من بادس يا علامة كنت شمعة يا إمام تحرقية دين الظلمة وتنور في الظلم وعيد شعب الأمة ونعيد للسلام 16 أفريل يا فرحي بلقياك ستاش أفريل يا فخري بذكران موسيقى 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 يا ذكر العلامة يا معزت بلادي فيريك الحمامة روحي ولنعودي والرجعي بالسلامة وعيد التاليك لأولادي يا ذكر العلامة يا معزت بلادي فيريك الحمامة روحي ولنعودي والرجعي بالسلامة وعيد التاليك لأولادي موسيقى 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 16 أفريل يا فرحي بلقياك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 تحسن. تحسن جدا. ماذا؟ علينا أن نضع هذا. على المشاركة. نضع هذا. نضع هذا. نضع هذا. وكذلك. شكراً شكراً مع السلامة شكراً برافو برافو يا أطفال تحبوا حكاية عمو يزيد شكراً شكراً يا أطفال كل معتاد يا أخي عمو يزيد يحكي لكم حكاية تحبوهم؟ اليوم رح نحكي لكم حكاية عن حصانو اللاطيف المتمرد واحد النهار كان واحد طفل صغير كان مع باباه كانوا في السيرك شكوا لي رح للسيرك فيكم يا أطفال؟ آآ هايل 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 رحتوا للسيرك رحت للسيرك هايل كانوا في السيرك وكانوا الفوق هكذا كانوا يشوفوا في واحد مرويض الأحصنة شفتوه كيكونوا يشوفوه هكذا وكامل يكونوا يدوروه هكذا كان المرويض انتحهم هدك ولكن هدك الطفل مع باباه شف بلي هدك المرويض كي يضرب الحيصان هكذا الحيصان هدك يتوجع وكي يقولوا دير حاجة هدك الحيصان شغل متمرد ما يحبش ياخد له الرأي يزيد يضربوه هكذا وهدك الحيصان شغل يطلع على راسه هكذا ويشوف في الناس هكذا ويشوف في هدك الطفل شغل يستنجد بيه هكذا وهدك الطفل شغل تقاس هكذا قال علي شو يضرب فيه هده وشاف بلي هدك الحيصان شغل ما ياخدش الرأي ما يضربوه يضربوه ما ياخدلوش الرأي ومبعد خرجوه بالسيرك هكذا وراح مع باباه في الطريق باباه قالوا يولدي واش عجبك السيرك مليح قالوا يا بابا أنا عجبني السيرك بس حكيين حاجة هكذا ما عجبتنيش قالوا هدك الحيصان مسكين هدك المروض كان يضرب فيه بزاف قالوا وشفته مالغري كان يضرب فيه ما ياخدلوش الرأي قالوا علش كان يضرب فيه قالوا وش رأيك يا بابا روح ونشروه هدك الحيصان قالوا ما عنديش وين ديروه أنا في الدار قالوا لا لا عندنا مكان في الحديقة وخرج هدك الطفل قاعد يحوس في الحديقة يشوف المكان وين ديروه الحيصان وكامل وقعد مع باباه يقول له كيف ما دينوا تمام مع والديكم كيف تحبوا حاجة قعد معاه كل يوم يقولوا يا بابا يا بابا لازم نجيبه الحصان يقال له خلاص غدوة نشوفه غدوة بعد العمل خده باباه وراحوا للسرك لحقوا تمال السرك قبل ما يبدأ العرض رحوا عند هذاك مروض للحسين بدوا يهضروا معاه قالوا له هذاك الحصان اللي كان معك البارح وش رايك وكامل وهدي قالوا هذاك حصان عنيد قالوا ما ياخدش كعر الرأي قالوا ندرناه للبيع قالوا ما ياخدش الرأي ما نقضوش نخدمه به انتق هذاك الطفل قالوا بالصحة انتم ما تعاملوه بقسوة قالوا ما تقولي ليش خدمتين نعرف كيفاش نتعمل مع الأحسينة قالوا واحد ما يقدر يقرب منه غير يقربوه يبدأ يزغدو عنيف يعني هذاك الطفل قال مروض قالوا ما عليش نقدرنا نروح عند الحصان هذا قالوا روحوا قال باباه قد براسك قالوا كان منسجامك ما يسرع له ولا رخطيني راح هذاك الطفل مع باباه ادخل هكذا الاسطبل وين كان الحصان هذاك ولكن كيف بقى يكاريسي فيه هكذا وكامل هذاك الحصان هادئ هذاك المروض الحسينات تخلع قلونا وعمر وما شفوه هكذا وبدأ غير بالعقل هكذا ومن بعد قالوا نركب فوقه وقالوا بالصحب لك ويتحرك وكامل قالوا لا لا خليني معلش اطلع فوقه فوق الحصان هادئك ومن بعد الحصان بدأ يشتح له هكذا وكامل تخلعوا كامل شو الحصان حب هذك الطفل واش قالوا هذك مروض الاحسنات قالوا خلاس قالوا بشرط قالوا تبقى معايا تدير معايا العرض بهذا الحصان وكين كملوا أخير على بركم بالسرك يقعد في مدينة ومن بعد يتنقل لمدينة أخرى قالوا تبقى معايا في هاد المدينة تدير انتال عرض مع هاد الحصان وكي نخلع باش نروحوا للمدينة أخرى نعطيهولك نخليهولك وتكون هذي الأجرة تاعك يعني الوصالر تاعك هو لفات اللي درتنال هذا العروض هذي قالوا داكر وبقى كل يوم الطفل هادئك يدير عرض مع الحصان هادئك ويعملوا بلوت في عملوا غير بالعقل الحصان ياخد له الراي ومن بعد كي راحوا هما السيرك هادئك يقعد الحصان عند الطفل هادئك وبابه دا له بيت صغير هكذا باش يدخل فيه في الليل وكامل وصبح هذيك الطفل مشهور في هذيك المدينة هذيك عمو يازيل نسمى الحكماني نستخلصوها من هادئ الحكاية يجيبوا معاملة الحيوان بلوت برافو برافو بوبي جيبنا حكم ملاح إذن يا أطفال في الدنيا هذي العنف ما هوش ملاح لأنه اللطف أحسن شفتوا الحيوان كي يتعامل معه بالضبط أحسن من العنف إذن لا لينعنف لازم نعملوا الحيوانات بلطف ونعملوا بعضنا بعض كذلك كبيروت يا قياد فال برافو 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 دروكال حقنا الواحد الركن جميل جميل جدا اللي رح نعيثكم تجوا اللي عندي اللي هنا وتحكوا لي نكت ولا شكون شكون اللي عنده نكتة شكون أروحي بنتي تعالي 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 أروحي وعدي قدام عمو يازيد واسمك بنتي نور نور الله يبارك وين تسكني نور جسر العاصمة في العاصمة وش عندك فيه دك نور وش هو هذا هدية هدية لي من عمو يازيد هو اووو ورد شوف واوو شوفوا الهدية تعمل نور جميلة واسمهanı بن حمر العين نور اليقين من باب الزوار قاتلك الرسمت ساعة وقاتلكم الوقت يحلو ويفيد مع عم يزيد برافو برافو بنتي الله يبارك الله يبارك نعطوها البوبيخ بها في الدار نحتفظ بها برافو راح أنا نجيب صديقي نجيب صديقي قاد مع عم يزيد قاد هنا جيب صديقي أحكينا النكتة تعك بنتي واحد نهار واحد الضاجك هين بيفسردين كي بيفسردين يا طايا البطاطا كي جويشو عدو الناس قلولو لك تبعفسردين قلولو لباش ميجونيش لقطوطا شوكرا بنتي تفضلي 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 هايلا هايلا شو أروحي بنتي تيا تعالي بنتي تفضلي واسمك بنتي لينا لينا من واسكني لينا بابلو بابلو دوري شوفي في الكاميرا لينا حكينا نكتة تعك قال لك واحد نهار واحد الليولد خرج معي ماوي مهشرت له كوجاك اه ومبعد كان يلحس فيه حتى طاحت له قالها ماما ولا نرفضها قلت له لا لا ما ترفضها لحسها الشيطان ومبعد زادوا تمشي شات له واحد اخرى زاد طاحت له قالها قلت له خلاص لحسها الشيطان واحد لحفرة كانت يمه ما شفتهاش كان تمشي حتى طاحت فيها ومبعد قال لوليدي يرفضني عاوني قال لا لا لحسك الشيطان برابو 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 شكول تعالى 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 هروح تعالى تفضل اقعد واسمك علوية مصطفى عبد الويرث اسمك طويل اسمه طويل لا لا مرحبا بك وين تسكن ببلدية واد ليلي وش من لي ولاية تيارت ولاية تيارت جيت من ولاية تيارت عيتنا لك في تليفون عيتنا لك عمو يازيد وش مسعانت اليوم على الزوج تعليل او برابو برابو شاطر شاطر صدقوة لي واش عندك نوكتا او اغنية اغنية عندك اغنية اغنية هنه على طيري على طيري على طيري وغني يا عصافيري لديك الماء والحب لديك الحق والعش وعندك دوك الواسع فطيري يا عصافيري تعالي اغفر في عندي فيها خوف من الصيدي فاني لست صيادة فطيري يا عصافيري فيها فوق داخل العش وبين الريش والقش تنام ولست امسكها فطيري يا عصافيري برابو 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 طيري يا عصافيري اروحي بنتي تعالي 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 اروحي منها اهلا قاعدي بنتي قاعدي قاعدي تفضلي قاعدي قاعدي اوه واسمك بنتي احلام 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 رسمتنا هذا الرسم هذا وجبتو تولي العم ويازيد كانت ترسمي لهيك هاي هاي برابو احلام برابو 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 هذا دب هذا هذا دب سمتي الدفداء الدفداء هذا اللون الأصفر هايل 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 هم بالي دب شبه 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 برافو يلا يلا الرسم الرسم أروحي أنت يا بنتي تعالي أروحي العروسة أروحي واسمك رينا وين تسكني رينا وين تسكني رينا وين رون فالي آه رون فالي في باب الواد خيارنا استحيتنا لقعنا سرون فالي شكرا اغنية يلا اغنية اغنية يا حسراكي كون صغير كنت مبع ذرادي بحكموني بحكموني بوليسية ادوني المالية يما طلت من الطاقة ضربتهم بالتبتاقة برافو 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 يا أطفال الحقنا الروكن تحبوه كامل هو روكن الجواب على اللغز اللغز قال ما هو الشيء الذي تزيد قيمته إذا وضعناه يميناً وتنقص إذا وضعناه يساراً أروحي تعالي بنتي واسمك؟ سلمة وين تسكني سلمة؟ في العاصمة بضرب باب الزوار وش هو الجواب؟ الميزان الميزان لا لا مش الميزان تفكير ساري أروحي بنتي تعالي واسمك؟ مانال سايح مانال سايح وش وجوب؟ السلوك ماشي السلوك أروحي تعالي بنتي خلوها تفوت شبه هذي أروحي تعالي واسمك؟ مجيز وش وجوب؟ الساعة ماشي الساعة أروح تعالا تعالا واسمك؟ خالد من جيت خالد؟ من العاصمة وش هو الجواب؟ الماء ماشي الماء تعالي بنتي أروحي أروحي خلوها الطريق تعالي واسمك؟ رميساء وش هو الجواب؟ الخير تعال أروحي واسمك؟ مانال من جيت سكني مانال؟ العاصمة وش هو الجواب؟ الحنافية رايح نسهل عليكم الجواب تعرفوا؟ واسمك؟ مدرعاف وش هو الجواب؟ السفر كلهم؟ السفر لما يكون عندكم رقم عدد كي يكون عندكم عدد كيندروا السفر على اليمين يولي عشرات مئات وألاف وكيندروا على اليسار ما عنده احتقيمة يا أخي مثلا سفر اتنين معدها اتنين ولو وضعنا السفر على اليمين يولي عشرين فهمتوا؟ نعطلوا جائزة؟ نعم يلا نعطلوا جائزة أعطي لي الجائزة تعو بوبي أعطي لي الجائزة تعو إذا الجائزة تعك اليوم هي ألبوم غنائي للأطفال ألبوم مدرستي إن شاء الله يفيدك وتستفاد به وكذلك عندك حسرياً قبعة تحميك من أشيعة الشمس مع عم ويازيد تفاضل بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق يا أطفال حقنا دروك الركن عيد الميلاد مول في نتابعوا عيد الميلاد في كل مرة كنا نستاذفوا طفل أو طفلة نديرهم عيد الميلاد ولكن اليوم أراكم في عيد ميلاد خاص جداً هو عيد ميلاد حصة مع عم ويازيد اليوم شكراً 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 اليوم عيد ميلاد الحصة أول بث للحصة كان يوم 14 أفريل 2015 راح نتشاركوا معنا كامل أصدقائنا راح يجيبونا القاتو وانا راح نغني الحصة عم ويازيد عيد ميلادك أحلى عيد عيد ميلادك أحلى عيد رب تكتب لك عمر جديد الله يبارك في كويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى 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 هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلا حلوة يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلا حلوة يا محلاها موسيقى بابو ماما يدولوه واصحابو يبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنحلوة يا جميل سنحلوة يا جميل سنحلوة 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 يا جميل برافو 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 إدن راح ندير لعدة التنزلين ليحسات ما عمو يازيد واحد برافو 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 إذن أنا راح نقطع التورتة هكذا بالسح قبل ما نعطيكم تأكلوا كامل لقاتو راح نقول لكم يا أطفال ابقوا على خير والسنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة والحبوكم سلام لا تحزن وحن الودا يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه ياسين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع أم يزيد